موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ومحباً بكم وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكرايب حديث عراقي في هذه الحلقة سنتحدث مرة أخرى عن النازحين عن هذه الفئة عن ملايين العراقين الذين اضطرتهم ظروف الاستبداد والقهل والقتل والتنكيل والتهديد إلى ترق مدنهم وبيوتهم وأهلهم وممتلكاتهم والنزوح إلى معسكرات أقل ما يقال عنها أنها معسكرات للموت وليست للحياة لكنهم رضوا بها وعاشوا فيها سنوات طويلة وصل العدد وصل العدد النازحين في فترات معينة لأكثر من 6 ملايين نازح كراقي في هذه المعسكرات المنتشرة في كثير من مناطق الشمال والمناطق الغربية ومن نديالة صعوداً ومن الأنبار صعوداً كثير من معسكرات النزوح هذه اللي اضطرت عوائل كثيرة بعد أن فقدت معيلها بعد أن فقدت من يقف إلى جانبها وفقدت كل شيء لا تمتلك سوى هذه الخيمة وتنتظر المساعدات من منظمات ومن أفراد ومن جهات كثيرة إلا الحكومة طبعاً مع ذلك رضوا بهذه الحياة ورضوا أن يمنعوا حتى أولادهم منع أولادهم قهرة من الذهاب إلى المدارس وإلى الجامعات الكثير من مرضاهم ماتوا ودفنوهم بعيداً عن أرضهم عن بيوتهم عن مدنهم يعانون شظف العيش صيفاً وشتاءاً في الفترة الأخيرة ولأن الانتخابات التي يعيدون بها قد قربت ولأن وعودهم كثيرة منذ سنوات طويلة وهم يعيدون الناس بإنهاء مشكلة النازحين هذه الكارثة الكبيرة الكل يعيدوا بإنهائها ويطلب من الناس من الانتخابات الماضية ما سميت بالانتخابات هذه المزورة كل الانتخابات مزورة أنه إذا ما انتخبتوني سأعيد النازحين إلى بيوتهم وهذه أول مهمة وتذهب السنوات والخيم هي هي والمعؤومة عسكرات النزوحية هي تزداد أعدادها ويزداد الموتى ويزداد القطر وتزداد كل فرص الفتك بهؤلاء وتقل كل فرص الحياة والتقدم والنجاح بالنسبة لهؤلاء الذين هم كل ذنبهم أنهم من أهل العراق في الفترة الأخيرة الحكومة قررت على غفلة وبالاتفاق مع حزاب وقوى السلطة هذه قوى العملية السياسية على أنه ملف النازحين قالوا لي أن هذا الملف يعني واحدة من الأسباب التي يقولون عنها أنه يعني يكلف الحكومة يخفف العبء المالي عن الدولة يريدون تخفيف عبء المالي عن الدولة وكأنهم هم الذين كانوا طوال هذه السنوات يتحملونه عبءاً مالياً وخدمياً لهؤلاء النازحين المهم قرروا فجأة إنهاء هذه المعسكرات معسكرات النزوح وإعادة أهلها إلى مناطقهم كيف لا أعاد يعلم فجأة جاء القرار لتغلق هذه المعسكرات ويخرج كل النازحين إلى مناطقهم 75% من الموجودين في هذه المعسكرات فقدوا بيوتهم هم يعلمون طبعاً حكومة تعلم وكل منظماته وكل مؤسساته وما تسمى وزارة الهجرة والمهجرين تعلم هذا أنه 75% من العراقين الذين في النزوح في معسكرات النزوح لا تلكون بيوتاً ما عاديهم تلكون بيوتاً أما بيوتهم قد دمرت بسبب القصف والتدمير الذي حصل لأكثر من ستة محافظات التي سموها محافظات معرضة الأنبار وصلاح الدين وفي ديالة وفي الموصل خاصة كثير من المدن هذه دمرت بيوتها وخرج الناس والبعض الآخر بيوتهم متضررة لا تصلح للعيش يعني لا تصلح مكاناً للسكن الآدمي فبالتالي هم لا يمكن يكون سوى هذه الخيمة فجأة جاء القرار البعض منهم اضطر أن يأخذ الخيمة معه ليسكن مرة أخرى ليذهب إلى نزوح آخر في مناطق أخرى لتستمر رحلة الضياع هذه يعني حتى رحلة الضياع في داخل هذه المعسكرات قابلوا بها ولم تقبل بها هذه القوى السياسية التي أجبرتهم على النزوح وهي المسؤولة عن كل هذه الكارثة عادوا مرة أخرى إلى نزوح آخر أكثر من 45% من النازحين في معسكر حمام العليل على سبيل المثال تحدثت المنسقة الإعلامية للعراق في المجلس النرويجي للاجئين NRC وهذه طبعاً منظمة دولية تعنى باللاجئين والنازحين قالت أنه تحدثت عن معسكر حمام العليل الذي يقع جنوب الموصل قالت أنه 45% من النازحين في هذا المعسكر الذين أجبروا على مغادثة لن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية مما يعني تهجيرهم إلى أماكن أخرى لاحظ الكارثة التي حصلت 75% من النازحين من كل النازحين لا يملكون بيوتاً يعودين إليها هذا حديث ناس متخصصين لا يمتلكون بيوتاً يعودين إليها ليس لديهم منازل كثير من هذه العشرات الآلاف من هؤلاء النازحين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم مثل جرف الصخر في يثرب في صلاح الدين جنوب بغداد وفي أثرب في صلاح الدين شمال بغداد هذه المناتق تسكنها أخذتها الميليشيات سيطرت عليها فلا يستطيعون العودة إليها تمنعهم الميليشيات أين سيذهبون إذا مغلقت هذه المعسكرات؟ أغلقت هذه المعسكرات وتركوا لمواجهة هذه الظروف خاصة والشتاء قادم على العراق وكورونا تعصف بالعراقيين والفقر والفاقة والوضع المتردي في كل العراق ويأتي هذا القرار لأنهم يريدون أن يذهبوا إلى الانتخابات ليقولوا صفحتنا بيضاء ليس لدينا نازحين العالم يلومهم على أنكم دولة تقولون متحضرة وتقولون جئنا من الجديمقراطية والحرية ولديكم ملايين نازحين أكثر من مليون نازح أكثر من أربع ملايين عائلة ربما يعني الآن تعاني شضف العيش وشضف هذه الحياة المهلكة في معسكرات النزوح التي بدأ في إغلاقها والآن مستمر الإغلاق الحكومة ليس عليها أن تساعد أحدا تقول يعني انتهى هذا الموضوع المعسكرات يجب أن تغلق ماذا سيفعلون؟ من الذي يتحمل مسؤولية كل هؤلاء؟ هذه إحدى الكوارث بدل أن يعالجوا القضية من جذورها بدل أن يعالجوا قضية النزوح لماذا نزحوا هؤلاء؟ ومن يتحمل مسؤوليتنا؟ من الذي دمر بيوتهم؟ لا أحد يتحدث عن هذه الموضوع لكنهم يريدون أن يخرجوهم من هذه المعسكرات فقط وتنتهي هذه القضية ولا أحد يعود ليتحدث عن معسكرات نزوح هذه هي القضية المهمة الآن اللي موجودة والي يعاني منها ملايين العراقين مع الأسف الشديد لكم الله أهل العراق هذه قضية كبيرة لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن أن يطفى ملفها مثل ما تريد هذه الحكومة وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله